طيب خلونا نروح بقى يا جماعة لي النهاردة في رقم عشرة هنتكلم على ملف كده لطيف واعتقد يهم جمهور ومتابعي وعشاق الفارس الأبيض في كل مكان المدربين المرشحين لتولي نادي الزمالك كمدراء فنيين طيب احنا عندنا دلوقتي قائمة بأبرز المدرين الفنين اللي هو تم فعلا أو في الطريق أنه بيتم فتح قنوات للتواصل معاهم من قبل إدارة نادي الزمالك دول أبرز المرشحين أول واحد هو لويس سييرا وده أبرز المرشحين في الأرباع اللي احنا هنتكلم عليهم بيبدأ هو تشيلي طبعا بيبدأ مسيرته التدريبية من خلال قيادته لفريق يونيون اسبانيولا التشيلي ده كان التجربة الأخيرة ليه كلاعب بينتقل إليه كمدرب بيقود الفريق فيه 210 مباراة بيحقق الفوز فيه 92 مباراة بيتعادل فيه 44 بيخصى 74 بيسجل فريقه 334 بتستقبل شباق فريقه 281 بيحصد مع الفريق الدوري في المواسم 2012 و2013 وكمان كأس السوبر فيه نفس الموسم بيتجه بعدها سييرا ليه تدريب فريق كولو كولو التشيلي بعدها بيقضي فيه يونيون خمس سنوات وبيتجه لتدريب اتحاد جدة وده أعتقد اللي امتقل السيفي بتاعه إنه بدأ إنه أوليه خبرة في تدريب في تدريب الأندية هنا في الوطن العربي بيبدأ مع اتحاد جدة في يوليو 2016 وحتى 2018 كانت تلك البداية في التواجد فيه المنطقة العربية زي ما قلنا بيقوده فيه 63 وعايز أقول لكم كمان كانت حدد الجدة ما كانش فيه الدوري اعتقد الممتاز لو أنا يعني فاكر صح هو بيصعد بيئة الفريق للدور الممتاز في السعودية بيقود الفريق فيه 63 مباراة بيحقق الفوز فيه 34 بيتعادل فيه 13 بيخسر 16 بيسجل لفريقه 124 بيستقبل شباكه 98 سيارة بيستطيع ان هو بيتوج مع اتحاد جدة بيلغب كأس الملك موسم أو موسم 2016-2017 وكمان كأس السعودية 2017-2018 بس هو لأسف لم ينجح فيه قيادة فريق ليحظت لقب الدوري هناك في السعودية آخر تجربة ليه كانت معه الوحدة السعودي مستمر في الدوري السعودي بيأخذ فريق الوحدة في 25 مباراة بيحقق فوز فيه 8 بيتعادل فيه 7 وبيخسر فيه 10 بيسجل 32 بيتستقبل شباكه 43 يعني السيفي اعتقد ان هو افضل حاجة وحنا نتكلم طبعا مع خبراءنا النهاردة في الصحفين الرياضين نهاردة ان شاء الله سيكونوا معايا احنا نتكلم عن ابرز المرشحين وايه نقاط اللي بيتميز كل مدير فني عن الاخر على ايتي حال اللي احنا لسه مستمرين مع لويس سيرا المدير الفني التشيلي اللي ادارة ندي الزمالك بدأت ان هي تفتح قنوات التواصل معاه طيب بيفضل طريقة 4-2-3-1 وديه الطريقة اللي هي الزمالك يعني حقق فيها نجاحات كبيرة جدا نجاحاته مع تحدي جدة السعودي بالطريقة دي 4-2-3-1 وكمان مع فريق يونيون التشيلي بينصب تركيز سيرا على فكرة تواجد سونائي بينصب طريقة اللعبة بتاعه على ان يكون فيه اتنين في وسط الملعب يميل للدفاع وامامهم سلاسي من ضمونهم طبعا اللاعب رقم 10 وهو اللي بيعتمد عليه على صناعة الاهداف وكمان رأس حربة صريح بيعمل الفينيشنج للهجمات ده كان اول مرشح معانا احنا معانا نهارده تلت مرشحين اول مرشح تشيلي سيرا المرشح اتاني الالماني فرانكو فودا بيبدأ مسيرته التدريبية من خلال قيادته فريق شتورم جراتس النمساوي بيقود الفريق فيه 262 مباراة بيحقق الفوز فيه 119 بيتعادل 65 بيخسر 78 بيسجل ربع 102 هدف بتستقبل شباكو 287 المحطة الابرز في مسيرته التدريبية للمنتخب النمساوي بيقود المنتخب فيه 44 مباراة بيفوز فيه 20 بيتعادل فيه 13 بيخسر 11 بيسجل 74 بتستقبل شباكو 51 هدف التجربة الاخيرة كانت قيادته لفريق زيوريخ السويسري في 18 لقاء بيحقق الفوز في 5 بيتعادل فيه 3 بيخسر 10 بيسجل لفريقه 26 بيتستقبل اهدافه او شباكو 32 هدف الطريقة المفضلة ليه برضو 34 1 2 دايما بما بيعتمد على التحولات السريعة في الهجمات المرتدة معرفش هل الطريقة تناسب نادي الزمالك ولا هنشوف طيب هو من موليد سنة 25 ديسمبر 1962 يبلغ من العمر 60 سنة زي ما قلنا ان هو بيعتمد على الهجمات المرتدة والتحولات السريعة مسيرته التدريبية بقى كمدرب مساعد في منتخب تونس قبل ما بينتقل لتدريب الترجي في 2010 بيأخذ الفريق في 35 مبارات بيحقق الفوز في 22 بيتعادل في 8 وبيخسر في 5 بيأخذ كمان منتخب الكويت في 10 مباريات احنا بنتكلم على التونسي نبيل معلول طيب احنا خلصنا كلام عن الألماني وفودا الألماني ودلوقتي بنتكلم على السي في بتاع المدر طبعا المعروف التونسي نبيل معلول موليد 25 ديسمبر بيبلغ من العمر 60 بيبدأ مسيرته التدريبية كمدرب مساعد في منتخب تونس قبل ما ينتقل لتدريب الترجل في 2010 بيقود الفريق في 35 مباراة بيحقق الفوز في 22 بيتعادل في 8 بيخسر في 5 مباريات بيقود منتخب الكويت كمان في 10 مباريات وبيفوز في 3 رقم كتير على فكرة جماعا في 3 مطشاط بيتعادل في لقاء واحد وبيخسر 6 بيقود منتخب تونس في 13 مباراة بيحقق الفوز في 6 بيتعادل في 4 وبيخسر معرفش بيخسر في كم مباراة رجالة خلينا نتابع ده بيعود تاني لتدريب الترجي سنة 2021 ده كانت المحطة الأخيرة لبيقود الفريق في 38 مباراة بيحقق الفوز في 22 ويتعادل في 9 وبيخسر في 7 اعتقد انه كان من افضل الفترات التدريبية للترجي وقتها لما كان التونسي المعلول هو المدير الفني للفريق بيتمثلت ابرز نجاحاته في قدر طبعا الترجي لحظ دوري ابطال افريقيا 2010-2011 بيتوج مع الفريق بيئة الدوري التونسي تلات مرات طريقة اللعب اللي بيفضلها هي 4 3 3 طيب دي كانت ابرز الترشحات لإدارة نادي الزمالك